في درب قرمز أو حارة قرمز كما تسمى بالتحديد على نصية تلك الحارة الضيقة جداً على بعد أمتار من قسم شرطة الجمالية كان العقار رقم سبعة الكائن بالدرب خرج إلى العالم طفل أصبح جزءاً من تاريخ كبير وإضافة إلى عالم واسع في دنيا الرواية والأدب فأصبح خالد الزكري والسيرة وواحداً من أهم الأدباء العرف في القرن العشرين والعربية الوحيدة الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب إنه الأديب العالمي نجيب محفوظ ولد نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا في حي الجمالية بالقاهرة في الحادي عشر من ديسمبر عام 1911 تخرج في كلية الأداب بجامعة القاهرة بقسم الفلسفة وقد أقدم على الحصول على الماجستير في الفلسفة الإسلامية ولكن لم يستطع الانتهاء منها لتوغله في البحث الأدبية فآثر أن يتفرغ للأدب فجاءت أعماله الروائية حيلة فلسفية بدأ محفوظ رحلته في عالم الأدب من بوابة القصة القصيرة ونشر أولى قصصه في مجلة الرسالة عام 1936 وكانت روايته الأولى عبث الأقدار التي نشرت عام 1939 ثم أتبعها بروايات كفاح طيبة رادو بيس فتناول في تلك الثلاثية رؤيته التاريخية من التاريخ إلى الواقعية تحول أدب نجيب محفوظ حيث بدأ التركيز على الأدب الواقعي في عام 1945 بروايات القاهرة الجديدة خان الخليلي زقاق المدق ثم جنح لروايات رمزية كما في رواياته الشحاذ الباقي من الزمن ساعة أولات حرتنا والأخيرة كانت سببا في جدال طويل أدى إلى محاولة اغتياله بسبب تأويلات دينية للرواية لم تعجب المحافظين خلال رحلة نجيب محفوظ الأدبية الطويلة في رصد الحياة عامة أبرز ملامح الحياة داخل القاهرة بوجه خاص ليتحول هو نفسه إلى ملمح ثابت في تاريخ الرواية العربية وتاريخ مصر الحديث نال نجيب محفوظ العديد من الجوائز والتكريمات أهمها حصوله على جائزة نوبل العالمية في الأدب عام 1988 ترجمت أعماله إلى جميع اللغات تقريبا ويتم تدريسها في جامعات العالم المختلفة ومع مرور الزمن أصبحت أعماله كالذهب كلما قدم أصبح أكثر قيمة وكلما تعمقنا أكثر وجدنا أديبا وفيلسوفا نادر الوجود دائما السيرة أبدي الخلود نجيب محفوظ الفيلسوف فلسفة نجيب محفوظ في أعمال نجيب محفوظ هنلاقيها بقى بداية من المقالات وصولا إلى الروايات وصولا إلى السينما وصولا إلى السيناريو الكثير من الزوايا طرح فيها نجيب محفوظ هذه الفلسفة ما نوع فلسفة نجيب محفوظ وما تصنفها وإزاي كانت بهذه البساطة والعمق اللي وصل للعالم كله ليس فقط محليا مصريا أو عربيا وصل للعالم كله وإزاي استطاع أن يقنع العالم بهذه الفلسفة اللي جسدت الحالة المصرية والحارة المصرية والبعد المصري سواء البعد الواقعي اللي هو كان عايش فيه أو البعد التاريخي اللي دايما كم يسقطه فيه أعماله النهاردة وقفة عميقة وبسيطة وسريعة مع فلسفة نجيب محفوظ مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة الدكتور أحمد عبدالحليم عطية أستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة وأمين عام ملتقى الفلسفة العرب واللي بسعد باستضافته دائما دكتور أحمد منور الدنيا أهلا بك أهلا بك أهلا بحضرتك هذا يوم نجيب محفوظ من الأيام المصرية اللي يؤرغ بيها الحقيقة صحيح عايزة أشكر حضرتك على نجيب محفوظ فيلسوفا وباقي الأعمال الحقيقة حاجة رائعة جدا تسلم إيدك يا دكتور نجيب محفوظ الحقيقة حالة متميزة للمثقف المصري أنه التحق بجامعة القاهرة كلية الأداب سنة 31 أو سنة 3031 وتخرج سنة 34 وكانوا في هذا الحين أربع طلاب في قسم فلسفة أستاذ الأخلاق العظيم الدكتور توفيق الطويل أستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدا والدكتور علي عيسوي ده تخصص في علم الابتماع وهم دولة من اللي تكلم عنهم دول أبطال رواية القاهرة الجديدة اللي هي القاهرة 30 يعني الشخصيات كما نعرفها وكما عشرناها هي الشخصيات اللي ظهرت في الرواية لكن الأهم كان قسم الفلسفة في هذا الحين يقوم بالتدريس فيه مجموعة من المستشركين الفرنسيين أندريلا لاند وعدد ألكزاندر كوريه لكن كان فيه أستاذ مصري هو اللي أثر تأثير كبير على نجيب معفوظ وهو الشيخ مصطفى عبدالرازق الشيخ مصطفى عبدالرازق كانت أو صراية ألة عبدالرازق في عبدين جنب صراية الملك وكان كل المصريين في رمضان يروح يصهروا عند ألة عبدالرازق وكان الملك يغير من هذه المسألة وتأثير بصطفى عبدالرازق على تلاميذه تأثير كبير جدا مش على نجيب معفوظ فقط على كل تلاميذه قيل في النقطة دي أنه صنع التوازن اللي نجيب معفوظ فيه أعماله بعد كده يعني أو ما يشمل يعني زرع فيه هذه البزرة نجيب معفوظ نسر له جناحين قويين جناع الثقافة العلمية وده بيمثلها سلامة موسى والثقافة الإسلامية وبيمثلها الشيخ مصطفى عبدالرازق كما ظهرت أعماله وكتاباته الأولى في المجلة الجديدة عند سلامة موسى وسلامة موسى من الأعلام اللي أسسه للفكر الاشتراكي في مصر وكان الشيخ مصطفى من أهم أعلام حزب الأحرار الدستوريين وكان متبني نجيب معفوظ فور تخرجه عينا في جامعة القاهرة أمينا لمكتبة جامعة القاهرة وحين انتقل الشيخ مصطفى لوزارة الأوقاف انتقل معاهد الأديب الكبير إلى وزارة الأوقاف إلى أنصار سكرتير عام لوزير الأوقاف وده إداله فرصة كبيرة جدا للقراءة يعني كان مهمته في إدوان الوزارة أنه معاهد القصص والروايات ويقعد يقرأ ويكتب إيه حقيقة عايزة أقف مع حضرتك مع اسم سلامة موسى حقيقة أنه في بداية كتابة نجيب محفوظ كان بيقوله أنت موهوب لكن مقالاتك مش حلوة دي حقيقة؟ لا دي قضية بقى مهمة قوي مش كتاباته مش حلوة مقالاتك يعني فيه فرق بين الفكر الفلسفي من جهة واللغة الأدبية من جهة تانية نجيب محفوظ كانت كتاباته كما يعني أعطي إليها هي تعبير عن أفكار وليس من السهل أن يعبر كاتب عن أفكار محتاجة تطويع للغة يعني خاصة طبيعة الموضوعات اللي كان بيكتب فيها نجيب محفوظ في هذه الفترة في سن العشرين واحد وعشرين سنة كانت لها طابع فكري وطابع اجتماعي يعني أهم من مقالتين كتبهم في بداية حياته يعني ايه احتضار معتقدات وظهور معتقدات جديدة ومسألة وقال تاني كتبوا عن المرأة الجديدة ودورها في الحياة في مصر دولا مكتبهم في المجلة الجديدة لكن أنا عايزة أفعند تأثير الشيخ مصطفى لأن كانوا سبعة من تلاميذ الشيخ مصطفى واتخرجوا في جمعة القاهرة ووجه السبعة لموضوعات مصرية خالصة هو الشيخ مصطفى كتابه الأساسي عن الإمام الشفقي وده إمام مصري عن البهاء زهير وهذا شاعر مصري فوجه أسمن أمين لدراسة الدكتوراه بتاعته عن الشيخ محمد عبده ووجه محمد مصطفى حلمي لدراسة التصوف عند عمر بن الفارد وده شاعر وصوفي مصري ووجه نجيب معفوز للتاريخ المصري فكانت أول ثلاث روايات له عن التاريخ المصري القديم ففيه النزع المصرية اللي بيعبر هنا عزب الأحرار الدستوريين ظهرت فيه دروس الشيخ مصطفى وانعكست فيه أعمال تلاميذهم فهنا بتبدأ الجزور المصرية فيه أعمال نجيب معفوز من خلال دروس الشيخ مصطفى فالحقيقة إن الشيخ مصطفى كان مثال للأستاذ وكان يعني برنامجه للطلبة بتوعه في كلية الأداب وفي قسم الفلسفة كان ترجمة علمية للأفكار السياسية لحزب الأحرار الدستوريين نقدر نقول إن ده صنع برضه نوع من التوازن السياسي عند نجيب معفوز نجيب معفوز نضم للوفد يعني كان أستاذيه سلامة موسى مؤسسة حزب الاشتراكي المصري وكان الشيخ مصطفى يعني من أعلام حزب الأحرار الدستوريين لكن يعني لما بدأ يعني انخراط ده جيب معفوز السياسي كان يعني شوية تحرر من تأثير أستاذيه فكان الشيء اللي يجمع بين التوجه الاشتراكي الشعب والجماهير من جهة والتوجه الصفوة والأعيان من جهة تانية هو حزب يعني ايه متوسط بين الاتنين فاختار حزب الوفد يعني من التوازنات النفسية والسياسية والعقلية والفلسفية اللي كانت عند الكبير نجيب معفوز عايزة روح لكتابات نجيب معفوز ويقال دائما إنه من أسرار كتابة نجيب معفوز هي فلسفته ورؤيته في الحقيقة عايزة أقف عند النقطة دي من وجهة نظر حضرتك كفيلسوف يعني طبعا احنا في الفلسفة خسرنا فيلسوف كبير جدا لكن هذه الخسارة لا تقدر في ان احنا كسبنا أديب عالمي وأتصور إن الأولى الدراسة الفلسفية ما كان هذا العمق الكبير سواء في كتابات نجيب معفوز الأدبية أو في أعماله السينمائية يعني هو أثر عليه مجموعة من الفلسفة وده كان سائد في التلاتينات فترة وجود نجيب معفوز في الجامعة المصرية وهي سيادة النزعة البرجسونية الفلسفة بيرجسون كان يعني منتشر جدا في هذه الفترة وكان موجود بيدرس في الجامعة المصرية عدد من أعلام الحزب القومي العربي اللي هو عزب البعث كان زي سام الدروبي وزي عبدالله عبدالدايم وزي بديئ الكاسب موجودين في نفس الفترة اللي بيدرس فيها نجيب معفوز ومن هنا كان اهتمامهم بفكرة الحيوية والنزعة الحيوية والقفزة اللي هي فكرة البعث فهو خصص خمس دراسات من الدراسات اللي جمعتها في هذا الكتاب عن بيرجسون أهمية بيرجسون أنه هو تتكلم عن النفس الإنسانية تتكلم على التأثيرات والإنفعالات تتكلم له كتاب عن الضحك أو الكوميديا شخصي يعني ايه بناء وتكوين الممثل فده قطعا أفاد في كتاباته السينمائية فيما بعد وكان على لسان أبطاله دائما ما يذكر بيرجسون والنزعة الحيوية والأفكار الفلسفية لبيرجسون خاصة عند كمال بطل السلاسية باستمرار ودايما ينتقد المتافيزيقة باعتبارها تجريدات خيالية فبيدي أراءة فلسفية مختلفة وبنجد كتير جدا من أبطاله بينقشوا مسائل فلسفية في الأعمال الرؤية اللي ظهرت بعد كده في الأفلام ده خلى الناس تصفوا أو بعض المتخصصين أو الكثير من المتخصصين يصفوا بأنه وجود الفلسفة وتطرف البعض بأنه وصفوا بأنه عدمي أنا لا أعتقد هذا لأن أنا في ذهن فكرة والفكرة دي هتبان في الجزء الثاني من هذا الكتاب لأن الكتاب ده واخد فترة الشباب كتابات الشباب فترة دراسته لأن هذه المقالات نشرت حينما كان طالبا في قسم الفلسفة لكن يعني إذا أردنا أننا نتتبع فلسفة نجيب مقفوظ فعلينا بالعودة إليه رواياته دي اللي تباين فيها فلسفته بشكل واضح جدا أنا بحاول أعمل نوع من التناظر ونوع من التوازي بين كتاباته الفلسفية من جانب وأعماله الروائية من جانب تاني هناخد مثل واحد بس وفي المجلة الجديدة نشر بعثين بعضوان الله عند الفلسفة في أولاد حارتنا كان بيدور الموضوع كله يعني كما يعني بيفسر النقاد حول الله أو بيعتبروا أن الشخصية الرئيسية شخصية الجبلية وهي شخصية بتوحي أو ترمز أو تشير من بعيد أو من قريب لله فهو لما بيجي يتكلم عن الله في المقالات الفلسفية بيعرض للأراء المختلفة اللي قالها الاجتباعيين اللي قالها الصوفية اللي قالها الشعراء اللي قالها رجال علم الاجتماع دون التبني وهو ما ينعكس في الرواية أن يعني إيه أبطال الرواية كل واحد بيقبر عن جانب من هذه الجوانب جانب صوفي جانب علمي جانب أخلاقي فهنا فكرة الله لا تكتمل من وجهة نظر واحدة إنما تكتمل من عدة وجهات النظر اللي بيقبروا عنها أبطال الرواية هنا بيبقى ضروري أن احنا نعود إلى الأعمال الفلسفية التي يمكن أن تساعد في فهم بعض البسائل الدقيقة في رواياته المختلفة طب أفهم من كلام حضرتك ببساطة أنه هو كان بيطرح فكرة التعبد بزوايا مختلفة لكنه لم يتبنى فكرة محددة أو فلسفة محددة هو تبنى فلسفة محددة كانت إيه؟ هو كان مسألة عنده في كل أعماله في جانبين بنجدهم باستمرار في رواياته القوة والعدل الصراع بين القوة والعدل ولذلك تجد حاجات كتيرة بتتعلق بالحرفيش والفتوات لكن القوة ما لم تقوم على العدل صارت سيطرة وهيملة وطبيان وده اللي يعني إيه بيعبر بشكل من الإشكال عن انتباؤه السياسي لحزب الوفد في هذه الفترة اللي هو كان بيرى أن الحق يعني الأمة فوق الحكومة والحق والعدل فوق يعني إيه مفهوم العدل مفهوم أساسي عنه طيب تصنيف الفلسفة دي من وجهة نظر الفلسفة والمتخصصين إيه؟ يعني أتصور أن يعني الإجابة على هذا السؤال هي محاولة يعني النزول بالمثال الأخلاقي إلى الواقع والصعود بالواقع إلى المثال الأخلاقي يعني ده الفلسفة بكلها بتهم على هذه الفكرة المثال اللي احنا بنظن أنه هو مجرد ومنفصل عن حياتنا من جهة والواقع المليء بقى بالشرور والظلم والحروب والأمراض من جهة تانية كيف نرتقي بالواقع السياسي إلى المثال وكيف نهبط بالمثال حتى يشكل الواقع السياسي؟ أفهم من كلام حضرتك أنه ما كانش بيتبع مدرسة فلسفية من المدارس المعروفة بالنسبة لنا؟ أو ما كانش بينتمي لها نفسا حتى إن لم يكن منتبعيها؟ ما كانش هيبقى نجيب محفوظ إذن نجيب محفوظ لم يتبع فلسفة من التيارات المعروفة بالنسبة لنا؟ كتب عن كونت والنقدة عن كونت كتب عن البراجماتية كتب عن بيرجسون كتابات عديدة بالإضافة إلى تاريخ الفلسفة بالإضافة إلى وده أتصور جالب مهم يعني له ست سبع محاضرات حول الاتجاهات السيكولوجية والنفسية والشعورية المختلفة اللي أتصور دي عونته كتير جدا في بناء الشخصيات الروائية إذن نجيب محفوظ لم يكن وجودي الفلسفة زي ما بيتم الترويج ليه وزي ما بيتم تصنيفه أحيانا في مواضع كثيرة متعلقة بدراسة الفلسفة وتوجهته لا ده وصف لنجيب محفوظ من الخارج وصف من الخارج باعتبر أن الوجودية استطاعت أن تجمع بين الأدب والفلسفة وهو جمع بين الأدب والفلسفة فمن هنا يقال يعني أنه هو أقرب إلى الوجوديين لكن الوجوديين كانوا بيتكلموا عن معاناة الفرض عند نجيب محفوظ بيتكلم على معاناة أمة معاناة شعب أمال مجموعة من الطبقات المختلفة اللي بتكون مصر وبتعبر عن المصريين فخرج من العباءة الفردية إلى عباءة الجميع والعباءة الكبرى للأمة وده تاريخ الأمة وده مسألة تميزه ويختلف عن صارتر وغيره من الفلسفة الوجوديين أنا بشكر حضرتك على التوضيح ده لأنه السائد والسائر والمعرف بيه حتى نجيب محفوظ فيه مواضع كثيرة جدا منهم الكثير من المصريين والعرب والعالميين أيضا أنه كان لديه الكثير من الوجودية اللي لم يكن من أبناء المدرسة الوجودية في الفلسفة فتفنيت حضرتك للجزء المتعلق بأنه خرج من عباءة الفرد إلى عباءة الجميع ده يعني شيء رائع جدا وبشكر حضرتك على هذا التوصيف الجديد بالنسبة للحقيقة لا أنا بس أريد أن أقول في عجالة شديدة جدا أن الفيلسوف أو الرواق الوجودي بيعبر في أعماله الأدبية عن فلسفته فبتظهر الفلسفة واضحة في العمل الأدبي عند الوجودي عند نجيب محفوظ لا الفلسفة يعني بتظهر في العمق مش معلنة مش على السطح هي اللي بتأثر تأثير قوي دون أن تعلن عن نفسها يعني يعني ده اللي هو بيخليه يختلف عن سر تميزنا لأن زي ما حضرتك قلت بالزبط الوجودية بتعبر عن الحرية الفردية ده بيعبر عن العدل يعني فكرة الحرية هي الأساسية عن الوجوديين عند نجيب محفوظ فكرة القوة والعدل هو بيربط السماوية بالأمور البشرية أو الأرضية إنجاز التعبير والوجوديين بيهتموا فقط بالفرد وبوجوده في هذه الدنيا يعني كحالة خاصة أو كحالة فردية تماما تماما أنا بشكر حضرتك نورتني شكرا جزيلا أنا سعيد جدا سعيدة بلقاء حضرتك إن شاء الله نشوفك دايما بصحة وعافية تحية يعني لنجيب محفوظ طبعا الذي صار عالميا لأن في بزور فلسفية زرحها فلسفة كبار في تكوينه وده يعني يجعلنا نؤكد معاك زي ما قلت في البداية خالص إن مصر يعني ولادة ومليئة بالنجوم في كل المجالات مشكور حضرتك جدا حضرتك نجم في مجالك كمان نورتني يا دكتور منتعلم من حضرتك الدكتور أحمد عبد الحليم عطية أستاذ الفلسفة بجماعة القاهرة وأمين عم والتاقى الفلسفة العرب شكرا جزيلا لحضرتك من هذه الوقفة إلى وقفة أخرى تابعونا مع بيتوفين وموسيقى مصرية أو موسيقى عالمية بطابع ونكهة مصرية خليكم معنا